التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عزو المجلس عبد عثمان مجلي في نيورك المدير التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف كاثرين راسيل وتطرق اللقاء إلى تدخلات منظمة اليونسيف في المجالات الإنسانية وعلى وجه الخصوص في كطاعي الصحة والتعليم والإجراءات المطلوبة لتنسيق تلك المساعدات وتوجيهها إلى مستحقيها كما تناول اللقاء خطة المنظمة الأممية لتعزيز تدخلاتها في مجال حماية الطفولة وتوفير المياه المأمونة والتغذية المدرسية والتعليم الجيد وبناء المهارات وكافة أشكال المساعدة المنقذة للحياة وأشهد فخامة الرئيس بالشراكة القائمة بين الحكومة ومنظمة اليونسيف في تحسين الخدمات الأساسية ومكافحة سوء التغذية والتحصين ضد الأمراض القاتلة والإصحاح البيئي والدعم النفسي الاجتماعي وتطرق رئيس مجلس القيالة الرئاسي لانتهاكات ميليشيا الحوث الإرهابية بحق الطفولة بما في ذلك لسمرار بتجنيد الأطفال وفتح مراكز للتعبئة المتطرفة فضلا عن تغيير المناهج الدراسية وتضمينها أفكار عنصرية وإرهابية تمجد العنف والكراهية وأشرف هذا السياق أيضا إلى سمرار ميليشيا الحوث الإرهابية في منع وصول اللقاحات والتحريض ضد تطعيم الأطفال في مناطق سيطرتها ما أدى إلى عودة أمراض كان اليمن قد تخلص منها منذ سنوات طويلة حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني